قال الحسن البصي رحمه الله تعالى لا تكره الملمات أي المصائب الواقعة لا تكره الملمات الواقعة فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك ولرب أمر تحبه فيه عطبك أي هلاكك وهذه حال تمر بنا جميعا ولا ندري ماذا خبأ الله تبارك وتعالى لنا في منع الخير عنا الذي سعينا إليه وماذا خبأ الله تبارك وتعالى وراء هذا الشر الذي سعينا في إزالته ودعونا الله تبارك وتعالى أن يكشفه عنا